الحالة الثانية من ولاية تسمسيلة لشاب تعرض لحادثة سقوط من أعلى الجبل ومنذ ذلك اليوم وهو يعيش حالة نفسية سيئة قلق ويأس تفاصيل أكثر مع مراسلنا محمد السعيد أراغي قصة شاب كان يعيش حياة طبيعية إلى أن شاء القدر في يوم من الأيام وخلال قيامه بجولة في منطقة اثنية الحد بولاية تسمسيلت تعرض لسقوط من أعلى الجبل أنا كنت لبس بي وكنت نمشي كنت ندور مننا صوك تقدرت علينا وطحت على الجبل دمو هاي أكيد طحت ستروحي حابس قام عبس وجرينا صبي طارات مننا وما زال ما كانوا له ورانا طايحي نفراش كل يوم نفس البروغرام كيف كيف طايحي نفراش رضوان هذا في الأول كان لبس به كان عنده سيارة يخدم يعاونها شوية متقوتوا من هذه السيارة هذه كان يخدم بيهم بعد كانوا أولاد عموت تحت في المجتم خطرة على خطرة يروح لهم يطلع لهم كما كيف يعاونهم دور مئاهم فما في واحد النهار أنا كنت في الدارة مريح حتى نجت الطفلة بنتي صغيرة جري 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 بابا جري جري رضوان طاحنا معرف كيف حصلتها كيف حصلتها باني راه طاح من الجبل أطلعتاني نوص طلعت من جري لصبيتر كي لحكي لصبيتر نصيب عن مازال ما يجبوه من بعد واحد شوية حتى لحقوه لصبيتر كي لحقوه لصبيتر دخلوه لصبيتر تحت رجليه ولو ما يتحرقون ما ولو لحقو الطباء فمال أطيب هذو تعناته أثنية دروا لي راديو منا منا قال لك يودي ما كان ولو ما عنده ولو كي قالوا بدي ما عنده ولو حنا شفنا شفنا قلنا بلكت ربما تعريقي ولا خرجناها جبنا لواحد الريقي فمه رقاسي عما كان ولو جبناه للدار بيت في الدار ولو صباح عود رجعناه لصبيتر كي عود رجعناه لصبيتر بعثونا لرجوان في البليدة أدعونا بلومبي لصيحهم البليدة كي لحقنا البليدة دروا له لراديو دروا لاهور قال لك عنده ضرب هنا في ظهره وعنده هنا في جرزه عدم كصله في جرزه إصابة قوية على مستوى العمود الفقاري تسببت له في عجز عن المشي والحركة ومنذ ذلك الحين وإلى هذا اليوم وهو طريح الفلاش يعيش حالة نفسية صعبة يأسم وخوف وقلق بسبب عدم تمكنه من تأمين تكاليف العلاج كيف حدث عن المشي والحركة؟ ثم أمぇة قد申أت لمدة تركة كانوا يvad studios لإعليم الإيمان من 10 مليون قالت علي إذن الله أو شهران أو أ foundry والذين يزيد ما كان يزيد فإنه يحصل إنه في 140 مليون وعلى ربي إن شاء الله قالوا له إن شاء الله ناجحة حتى أولي نبعثنا ومتع الخارج منها قال لي طاولنا شوية معنويات ورجعونا شوية آمن قال لك فيها خير إن شاء الله نطلبهم المحسنين إن شاء الله يعاونونا ويكونوا معنا إن شاء الله نطلبهم المحسنين وأصحاب الخير وهذا أوليدهم في الحق هذا أوليدهم أوليد الجميع نطلبنا أيام الشعب الجزائري هنا الداخل والخارج البلد يقوموا طفل وليدي وهنا ندوه في دير الأمالية وإن شاء الله راني متمنى حاجة واحدة راني متمنى هنا إن شاء الله نشوف وليدي يمشي هذه هي حاجة الأمنية لولا حوث نشوف وليدي يمشي ونطلب إن شاء الله نطلب سلوطات العليق بها يشوفوا في الفطفل يعاملوني فيه بها ندوه الخارجي داوي نتمنى من المحسنين إن شاء الله ونخرج للطورك إن شاء الله وندل الأمالية ونبدأ ونوقف إن شاء الله ونرجع الخير داوي نداء إلى أهل البر والإحسان لتقديم يد العون ومساعدة رضوان على إجراء العملية الجراحية في إحدى المستشفيات التركية وكلما طال الوقت زادت حالته سوءا وهذا ليس في صالحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر